لا يخفى على أحد أن غالبية سكان الأرض أصبحوا أسرى مواقع التواصل الاجتماعي ويقضون أغلب يومهم أمام شاشات الحواسب أو الهواتف المحملة فمنذ أن أنشأ الشاب الأمريكي مارك زوكربيرغ موقع فيسبوك مثلاً بداية عام 2004 احتل هذا الموقع الصدارة في الفضاء الإلكتروني ويزداد عدد رواده كل دقيقة يتبادلن مئات الملايين من الرسائل والصور يومياً ومع بداية الثورات الربيع العربي أصبح موقع فيسبوك ساحة لنقل صوت وصورة المطالبين بالحرية والكرمة وازداد عدد المتابعين العرب أضعافاً ولم تكن الثورة السورية ببعيدة عن هذا الفضاء فأنشأ شبابها صفحاتهم الإعلامية وكانوا منابر لإيصال رسائلهم إلى العالم قناة حلب اليوم ومع انطلاقتها عام 2011 وكما غالبية المؤسسات الإعلامية أنشأت صفحة على فيسبوك حتى يتمكن الحلبيون والسوريون خارج البلاد من مواكبة الأحداث المتسارعة على الساحة السورية لتتطور هذه الصفحة ويزداد عدد متابعها حتى تمكن النظام منتصف العام الفائت وبحملة تبليغات ضخمة من إغلاق الصفحة لتعيد إدارة الموقع بعد بذل الفريق جهوداً كبير صفحة القناة بعد ثلاثة أشهر حين كان عدد متابعيها نصف مليون حادثة إغلاق صفحة القناة على فيسبوك جعل الطاقم القناة يفكر بطرق أخرى لحماية الصفحة من الهجمات الإلكترونية التي تشنها فرق النظام فاتجهوا إلى توثيقها بالعلامة الزرقاء وبعد عدة محاولات فاشلة منحت صفحة حلب اليوم على فيسبوك العلامة الزرقاء والتوثيق قبل يومين من الآن دشنت صفحة حلب اليوم مليونها الأول من المعجبين لتؤكد أنها توصل الخبر والمعلومة والصورة إلى السوريين بشكل عام والحلبيين بشكل خاص ويكون المليون معجب سلاحاً جديداً للثورة في وجه النظام الذي يستخدم كل الوسائل الممكنة لقمعها ترجمة نانسي قنقر